اشتركوا في القناة وقعد شوية في قط الكشف كانت حر قاعدة بسعادة وهي بتحسس على بطنها فهي دلوقتي بقت بتحمل فأحشقها نسخة منه كانت بتبكي بفرحة أما أسد فكان بيحضنها بسعادة فمع شوط المجنونة هتجيب له شبيه ليها أسد قال لها وهو مبسوط قوي ألف مبروك يا أم الغالي تسلم لي يا أبو الغالي أنا مش جادرة سدجي أسد أني هخلف منيك نرمين قالت بفرحة ألف مبروك يا حبيبي كلها كم شهر إن شاء الله ونعرف ولد ولا بنت له يا أمي بعد إذنك أنا مش هعرف خليها في وقتها مفاجأة المفاجأة حلوة برضك معاك حق يا حور وبعدين كل اللي يجيبوا ربنا كويس أنا مبسوط بأي حاجة عنديك حق يا أسد وكفايا أنه منيك كفايا أنهم منك يا روح قلبي أسد أنت وبالفعل عدت الشهور وتمت خطبة يوسف ورحمة واتفقوا على معاد الفرح أن يكون مع سمع ومراد أما زين وسليم فحققوا الحلم وتفوقوا في الثانوية العامة ودخلوا كلية الهندسة سوا واتفق سليم مع مراد على الزواج من رانا لما يتخرج إن شاء الله فقودة حر وأسد جه معاد ولادة حور كانت حسة بألم شديد وبتصرخ بألم اتفزع أسد وأسر عليها إيه يا روحي مالك فيك إيه حور كانت بتتقلم بشدة وبتعيط طيب أنا جوي يا أسد مش جادرة أسد حضنها بحنان خلص خلص يا روح علشان خطري كفايا دموع بموت من دموعك دي آه منك لله يا أسد أنت السبب في كل اللي أنا فيه ده صح تسدعي أنا السبب واستهل ضرب الجزمة في المستشفى فقودت العمليات كان واقف جنبها وهي بتصرخ بغيز وقلم آه منك لله يا أسد أنت السبب كنت دايما تقول لي تعالى للا بعروسة وعريس وفي الآخر تجلب ببابجي آه طلجوني منيه طلجوني أسد حطي إيده على بقها بغيز شديد وصبري تولدي بس وأنا بنفس اللي هجيب المأزون علشان أخلص منك وزكوتي بقى فضحتيني حور قالت بغيز وهي بتبص للممردة شايفاك يا بيت شايفاك وانت عملها تبصي لها وحيت أمك أخلص اللي أنا فيه ده وهجوم أحط راسك في المية وانت فهى شعرها شعرها يا بيت الرافضي أسد قال بغيز شديد جرائي يا دكتور ما تديها أي حاجة تكتم نفسها ده طبعا بعد ما عملت عاملتك عاوزت خلبية وترميني ترميني لو ولدك اللي في بطني والدور مع النسوان يا واضي يا دنيا بتاع النسوان ارحمني يا رب الممردة قالت بابتسامة ولدي أسد باشا ولد حور ابتسمت وقالت إن شاء الله هيطلع شبهك يا أسد أسد بصر أصحب حنان إن شاء الله هيطلع شبهنا احنا اللي اتنين يا حبيبتي الممردة بتسمت وقالت ده فيه بنت كمان يا أسد باشا بنت يا حور ربنا يا أسد جزدك يا أسد يا رب تطلع شبههم يا هادية وعاجلة ورأس يا جدا اه لا فيدي عندك حق الصراحة الممردة قالت بصدمة ده فيه بنت تانية سبحان الله أسد فتس على نفسه من الدحك يا دي بطن حوري ولا بطن الحوت يا جدعان حور دحكت وقالت تلاتة يا أسد أسد بغمزة ومرح قال لها ما أنت متجاوزة لأسد نفسه يا روح وبعد مرور خمس سنين في الاحتفال بزين وسليم بعد ما حققوا حلمهم وأسسوا شركتهم بنفسهم وأصبحوا من أشهر رجال الأعمال كان واقف زين وهو بيرحب بالمدعوين سليم قال بابتسامة وسعادة ألف مبروك يا خويا زين ابتسم وقال له مبروك علينا حلالتنين يا سليم طلع عمرنا زي الملك والكتابة وقادينا فعلا كملنا بعض وحققنا حلمنا وانجحنا رانا بابتسامة قالت ألف مبروك يا زين الله يبارك فيك يا امرأة أخويا ما كده خلاص بقى هتتجاوز ونفرح بيكم سليم ابتسم وقال كان نفسي زي ما كنا بنعمل كل حاجة مع بعض نتجاوز كمان مع بعض يا رب يكرمك يا زين يا أخويا باللي توقعك في شبكها ووسط كلامهم دفعتهم المجنونة اللي بصلها باستغراب وراحت بغزل البوفي وهي بتحط الأكل كله في علبة بشراها زين قال باستغراب هو حضرتك بتعملي ايه احنا مش بخل على فكرة تقدري تاخدي الأكل اللي انت عاوزاه داليا قالت بغز شديد هو أنا اشتكت لحضرتك ولا ايه وبعدين ما تفهمنيش غلط أنا مش مفجوعة أنا بس سم الله يسمحها نزلتني من غير عشاء وكل ده ليه علشان روح تجيب كيلو طماطم وقعت عشرة جنيه وانا ميت مرة أقول لها يا أمينة اديني الفلوس اللي على قد لإني مش بركز آه صحيح نسيت أعرفكم بنفسي أنا داليا سعيد صحفية تحت التمرين ولسه في آخر سنة في الكلية زين بص بإعجاب للمجنونة دي بقول لك يا سليم يا أخوي شكلك كده فيك شئ لله ودعوتك مستجابة شكلي هتجوز معك يا ولا سليم غمز له وقال عيش يا كبير مستنيك عند أسد وحور كان قاعد أسد بسعادة وفخر بإخواته اللي بيعتبرهم ولاده اللي قدروا إنهم يتخطوا المحنة ونجحوا ببراعة حور قالت بابتسامة مبسوط جاوي يا أسد صح طبعا مبسوط يا حور زين وسليم مش بس إخواتي دول ولادي أنا فرحان قوي لنجاحهم قوي عجبال ما تشوف كريم وماريم ورقايا نجحينك ده زي إعمامهم يا مين يا رب العالمين المهمة ربيهم كويس وكل شيء يهون وطلع ما عندهم أم زيك يبقى بختهم اكفايا علي أنت يا مالك جلبي إحنا من غيرك ملسوش حاجة بحبك يا أسد بحبك جاوي وأنا بموت فيك يا روح أسد وبعد مرور عشر سنين من قدام فيلا أسد كانوا بينزلوا السلاسي المجنين من باص المدرسة قالت ماريم بقلق بقول لكم إيه هنعمل إيه في جواب الرفض الإسبوع ده رقايا قالت بن عاس ولا حاجة بسيطة جدا هنقول لأسد ترفضنا إسبوع بسيطة كريم قال بمكر والله الراجل ده بيصعب علي قوي بيخلف عهات يلا بينا في الداخل وبالتحديد في المطبخ كانت وقفة حور وهي بتعمل كيكة الفراولة اللي بيعشقها أسد حضنها أسد وهو بيبص راسها قالت له بحنان حبيبي انت صحيت شميت ريحت الفراولة وقمت على طول بس بصراحة انت وحشتيني قوي أكتر من أي حاجة في الدنيا بحبك يا أسد وكل يوم بحبك أكتر كريم قال بسخرية لا يا شيخة عيني عينك كده في المطبخ طب اطلعوا فوق بدل اللي انتوا فيه ده استغفر الله العظيم يا رب وانت ملك يا لأ وبعدين انتوا إيه اللي جايبكم دلوقتي فيه إيه مريم حضنته بحنان جرى إيه يا أسدي هو أنا ما وحشتكش ولا إيه حور قالت بغيز وغيرة دي أسدي أنا يا بيت أنت أسد قال لهم هو إيه اللي في إيديكم ده قالت رقية وهي بتتصلنا على البكاء احنا اتظلمنا يا أسد وانت لازم تجيب لنا حقنا من المدرسة دي حور قالت بسخرية اتظلمت اكتعد راعي من هنيه إما كنت عاملين مصيبة كريم قال بمكر والله يا ماما أبدا هي العيال اللي رخمت علينا وانت عارفة دمنا حامي أخدنا حقنا منهم بس أسد قرب منهم بنظرة بيتوحي بها لكم عايزة أعرف عملته إيه بالظبط كريم قال بقلق بص يا كبير هم بصراحة العيالة شلفاته وخدنا أسبوع رفت بس كده مريم قالت بابتسامة أيوة يا أسد أسبوع قاعدين معكم هنا رقية قالت احنا عارفين إن احنا وحشناكم فقلنا نعود معكم شوية حور قالت بغيز يا مصيب تاي افرضوا كان رفضوكم خالص كنت عملتوا إيه يا ولاد الجزم أسد قال بغيز أنت عايزة تجننيني هي فرقت يعني ما هم بيقولولك شلفاته العيال وترفضوا إسبوع وانت فاكر إنها هتعدك ده ده الإسبوع ده مش هخليكم تشوفوا الشارع فيه كريم قال بغيز يا ساتر عليك يا شيخة نفسي أعرف كان عقلك فين وانت بتتجوز الست دي خلاص ستات مصر كلهم خلصوا كلهم دسهم قطروا دي اللي ناجت قدامك وليه يا نكادية حر حدفته بالشبشب أنا نكادية يا ابن الجزمة مريم قالت بغيز تصدقي بقى مصر أشا كان عندها حق لما قالتلي إزاي باباكي متجوز أمك دي دي منتاية الصلاحية رقية بتأكيد قالت أيوة وقالت عليك فصلة شحن وولية كسرة كمان حر قالت بنظرة خبص وانت طبعا ما سختتوش وردتو عليها صح مريم قالت بابتسامة صح يا أمي عزمناها لعيد ميلادنا أسد قلب حسرة ربنا يرحمها ويغفر لها حر قالت بغيز وتواعد حالو جات في ملعبي ورحمة أبويا من يسايباها أسد قال بغيز أنا عايز أعرف عملتي في حياتي إخوتي كلهم ربيين عيالهم مفيش غير أنا يا ربي تامر قال بغيز وصراخ أسد يا أسد أسد بصدمة قال أسد تامر وهو بيدفع الشنطة على الأرض بقولك إيه أخوك يوسف ده خلاص اللي عيش معاه بأت لا تطاق كل ده علشان كصرت إزازة العربية وأنا بلعب كرة للمرة العشرين ها هاج وقلب الدنيا كلها علي رجل معقد فين الأكل يا أولي أنت كمان رقية قالت بغيز ومن سمعك يا تامر يا أخويا كلهم كده والله بيتعبتوا على كبر سالي قالت بغيز وهي بترمي كمان شنطتها على الأرض عيش أتأثر العمر بقولك إيه أختك سمدي خلاصت جننة رسمي وأبويا هيطلقها قريبة علشان تبقى عارف فضلها ما كان عندك في البيت بقى كان أسد لسه هيتكلم لكن اتصدم من اللي دخلوا وحطين إيديهم في بعض إياد وزياد أصحاب الخمس سنوات فيشاء القدر إنهم يتولدوا في نفس الشهر ويبقوا زي التوأم زي حال والديهم زين وسليم أسد كان هيتجنن وإنتوا بقى إن شاء الله عملتوا إيه كمان خسرتوا فلوسكم في البورصة والذين وسليم بيعذبوكم وعاوزين تصفوا حصابكم معاهم إياد قلب خبس ومكر لا يا عمي عيب إحنا محترمين وعارفين حقوق الأب كويس أسد قلب تنهيدة الحمد لله أخيراً لقيت حد محترم في العيلة دي إياد قلب غز وصراخ بس ده مش معناه إن إخواتك يسوقوا فيها أوهم متعقدين ودمغهم ضربة بس على نفسهم مش علينا وزياد قلب غز ها أيوة ماهو سليم رانا كل يوم تديله على أفاة وييجي طلعه علينا أنا ناقص بقولك إيه قعد معاهم كده وعقلهم إيه طانت حور فين ها فين الكيكة بتاعتك كان أسد قاعد بصدمة وحصرة وهو بيبصلهم قربت منه حور بابتسامة إيه يا روحي ماهلك سرحان في إيه بحاول أفتكر أنا وإخواتي عملنا إيه في حياتنا علشان نتبلي بالعيال دي دي العصل والله وما فيش منيه والله العظيم انت اللي ما فيش منك يا روح قلب أسد حور بغرور وثقة قالت طبعا ما فيش مني أنا مش أي حد دي أنا اللي امتلكت جلب الأسد مش بس امتلكت قلبه امتلكتيه بكل جواره بحبك بحبك يا حور بحبك وأنا بموت فيك يا جلب حور يا أعظم راجل في الدنيا كلها والحد هنا بتكون خلصت قصتنا باتمنى من كل قلبي إنها تكون عجبتكم وإنكم تكونوا شفتوها واستمتعتوا بيها وطبعا مش محتاجة فكركم تعملوا اشتراك للقناة اللي مش مشترك واتفعلوا بجرس على إشعارات الكلة علشان توصلكم القصة الجديدة أول ما تنزل على طول والحد ما نتقابل في القصة الجاية هتوحشوني قوي سلام ترجمة نانسي قنقر